السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى كيف نكتبه Argumentative SC الفيديو موجه بالخصوص للطلب الجامعيين الذين لديهم Advanced Composition تحديدا Argumentative SC وبلا شك الفيديو سوف ينفع أي شخص بغي يعطي فكرة على كيف تكتبه Argumentative SC سنرى أمثلة نماذج Guidelines Recommendations ونرى كيف تتطبق على Argumentative SC إذن أول حاجة سنعرفه باختصار إياه أشكي يعني المقال الجدلي What is Argumentative SC Argumentative SC is a piece of writing that takes a stance on an issue إذن المقال الجدلي هو واحد نص أو مقال اللي كيقول الرأي دياله على موضوع أو قضية معينة In a good argumentative SC a reader attempt to persuade readers to understand and support their point of view about a topic by stating their reasoning and providing evidence to back it up يعني في واحد المقال الجدلي اللي هو جيد كيحاول الكاتب إقناع القراء دياله يفهمه ويصبرته وأي يدعمه الرأي دياله حوال موضوع معين وهو بالمقابل كي يعطي الأدلة اللي كتدعم الرأي دياله ندوزوا دابل Guidelines and Recommendations اللي ديجا كتبتهم في واحد المحاضر عند الأستاذ المقدم اللي كان حب نوجه له تحية من هذا الممبر إذن في Advanced Composition على الأقل كان نكتبه خمسة الفقارات اللي هم المقدمة أو الثلاثة الفقارات في جسم المقال أو في الباضي دياله والخاتمة وعلى الأقل كان نكتبه خمسة أو ستة الأسطور في كل الفقرة المقدمة كانت قصيرة ودقيقة وعلى شكل summary يعني شيء حاجة موجازة وملخصة وكن نذكر فيها 3 main points or ideas يعني كنت نذكر فيها 3 النقاط الرئيسية كل نقطة من هذه النقاط عندي وعليها في براغراف ديالها بوحدة في الdevelopment أو في الباضي ديال الاسي في الارجومنت في اسي متوقع منك تعطي الرأي ديالك على واحد الموضوع اللي هو ديبيطب اللي يعني مثير للجدل واحد الموضوع اللي عندنا فيه بسفة دياله حاجة أخرى هي القارئ كي يبغي يعرف كيفاش كتدفع على الرأي ديالك وكيفاش كتدعم الرأي ديالك وفي الارجومنت في اسي نديره مجهود نقنعه القارئ بالرأي ديالنا هو الرأي الصحيح في كل فقرة من فقرة الdevelopment على الأقل خصوص يكون النواة هذه السنتنس اللي هي complex في المواضيع اللي هي جدلية من الأفضل نستعمله passive voice على active voice لدينا جوش طرق ديالرأي ديالك throw argumentative method كي نبدأ مباشرة بالرأي ديالنا يعني كنا نعطي الرأي ديالنا وكنا نعطي طريق أخرى اللي هي counter argumentative method كي تعطي الرأي ديالك والرأي ديال الأخرين وديما كنخلوه الرأي ديالنا أول لأخر وهذه نصائح أخرى مرتبس توفر سلين وفتش paragraph must be identified يعني السطر الأول من كل فقرة كنخلوه لي واحد اللي يسبس في اللول السطر قبل ما نبدأ ونكتبوه and length of development paragraphs should be almost the same don't write three lines in one paragraph and six or more lines for other paragraphs يعني ما خصتنا كتبه مثلا في واحد فقرة ثلاثة أسطور والفقراء اللي من بعدها ستة السبعو الأثمانية الأسطور يعني انك سي شيء يجيء ماشي هو هذا إذا للتذكير فقط هذه غير guidelines or recommendations يعني مشيب الضرورة انك اضطلات شي مية بالمية ولكن الافضل انك تحول ما اما كان تلتزم بهات القيادلين ده بندز المثال على شي موضوع اللي هو دبيت بالبحال الابورشن اللي هو الاجهات اذا ابورشن is the ending of pregnancy it should be criminalized since ابورشن is a murder causes psychological damage and killing of a human being three main ideas or points are highlighted in the introduction ان ابورشن is a murder causes psychological damage killing of a human being كل نقطة من هذه النقاط ونخصص لها paragraph development او في الباضي وكما دي جاغلت introduction precise short and to the point ديزو دابال الابورشن is a real murder and it is really bad etc كنستعملوا الورد سبحال first first of all second paragraph use words like secondly in addition furthermore on top of that abortion causes psychological problems الى اخرين والparagraph ثالثة development use words like a final reason why thirdly what is يعني بحليلا درنا في الparagraph اللي ولا في development first ودرنا في الparagraph الثانية secondly هنا يخصن ديرو thirdly يعني يكون دكشش شوية متناسق ونكون inconsistency يعني consistency صاحب مكان يعني دكشش يكون consistent ولا ما عرفتش شوية يعني consistency سيقل عليها في google مهم use words like وفي الconclusion نستعمل الwords بحال inconclusion sum up all things considered وعندي تصوير اخر هنا اللي هما ديال لنكون words بحال opinion introducing points presented given examples expression result and reason contrasting conclusion conclusion ثم الى اخرين المهمة 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 سوف نرى المهمة مهمة ونرى ثم نزل مقرأة أو بالأحرى نرى كيف تطبق في المثال هذا المثال قدرته الهدف هو ونضع الهدف ونضع الهدف المهمة 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 حقيقين ونرى كيف تطبق هذا المثال اللي هو بالفعل دي بيطاب بالصح الموضوع مثير للجدل أو الزواج القصري لا نقرأ هذا الشيء كامل حيث طويل وغير طوال الفيديو وبالخصوص في هذا الزمن كل شيء يجري يجري يقضي الأغراض بسرعة جنونية ولو أن ذلك لا يمكن ما أعلنه ونضع هذا الشيء الذي تدوي عليه الذي تدوي عليه في المقدمة يدوي بشكل عام بشكل عام على ومن بعد يذكر ثلاثة النقاط أو كل سيخصص باراغراف من بعد يعني ثلاثة باراغراف باراغراف كل باراغراف يدوي على نقطة معينة اللي ذكرها هو في المقدمة إذا نمشي ديرك نحدد ذلك النقاط اللي يدوي على هذا الشيء هذا الشيء يقول I believe that arranged marriages shouldn't exist in the United States because it's a free country اخه free نزيان depression could occur and it prevents true love هذه نقطة ثالثة وهذه نقطة ثانية وهذه نقطة لولة free country depression prevents true love نجيول development first أستعمل اما اغانست ارانج ميليجز ان دونيسيس بكوز اتاكس اووي دو فريدم داد امريكا هستوفر قبل لك اودي هذا ضد الزوج القصري حيث هذا الزوج القصري هذا كي يخطف الحرية اللي عايشينها ديز امريكان من بعد انت اقراج الشيء كامل هذه هي النقطة اللولى ايه فري كنتري اهو ذاك الشيء اللي يشكد ويفضل البراغرف وغي يعطي امثلة من بعض القراه من الشيء والبراغرف الثاني في الديفلوبنت وثالثة بالنسبة للمقاه اللي كاملوه ما استعملش السيقند اللي هو اختر طريقة اخرى ما عليش فوردرمور اي بليف داد ارانج ميريجز شود انت اكسيست ان امريكا بكوز اتكوز ديبريشن ديبريشن هذه النقطة التانية اللي دعو عليها بابابابابابابابابابا اغاية الامتلة وغاية حول يقنعنا باللي الرأي ديالو هو رأي صحيح وفي البراغرف الثالثة في الديفلوبنت وفينالريزن وي امغانست ارانج ميريجز بكوز 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 ومن يقدر هذا دخول هذا ديباندرسانين كرياتيبتي انفرميشن مانجمينت سكيلز دابان مشيول الديفلوبنت بسيطة 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 وذلك هذا يلقى قنونا غير بالتكرار المهمة السيدة يركز على ديباندرسانين وهو ضد ريمبرين تينكس يعني ما خصنا نركز على ونذكر الأشياء في التعليم خصنا نفهمه ماشي باش نذكر الأشياء ونكررها ونعودها النقطة الثانية إنشتين السيد مع نوليج مهمة هنا غايدوا على كرياتيبتي خصنا الإبداع في التعليم ماشي تكرار النقطة الثالثة نفرميشن مانجمينت سكيلز مهمة الصراحة يوزف من بعد القرآن بسو ما يدشنين الوقت إندي موضرن ووردكراس سكيلز موضرن دان نوليج اندي النقطة الثالثة نفرميشن مانجمينت سكيلز نفرميشن مانجمينت سكيلز المهمة في الفقراء الثالثة في التعليمات هو نركز على المنتج من سكيلز سكيلز يعني أوليج المعارض حيث أن المعارض أكثر أهمية من المعرفة نوزمين الفاكس من بعد قراءة هذا الشيء ننشيو السامبل الثالثة هذه الثالثة الثالثة على ما أدوم هاته تليفيجوال بابابابابابا ننشيو ديركت الثاني للنقاط نمسحوا النقاط الثالثة ونشيو لهذا واللي كاسي دي هاته هنا هدا المشاهد المشاهد فهذه النقطة الأولى المشاهد المشاهد يعني اللغة المعرفة المشاهد لنضاء وكذلك ما هذا حال لفضل من المشاهد من المشاهد 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 النقطة الأولى مالذي الاربع ادريال. Profile or Disrespectful Language. هادي هي ال Second Point. وفينالي نشوفوا بايدا. هادا ما استعملش بزاف. دوك اللينكين وردس يعني. كان الافضل يدير متلان. First of all things. Secondly. بابابابا. Furthermore in addition. بحق. فينالي. Some parents are upset about the moral behavior. بالتلفزيون. يعني قلت لك هادو الموضل هادو لديتكلف ذلك. هيا خرجونا مع التلاري بالفعل. فاني سايسر شأن. هاد الشيت. ولا حالة كارتية هاد الشي فايت التلفزيون. تلوزيون تقريبا موقعها يتفرش في هاد. موهم الله يسترمد. بقوة زوجة. بقوة. 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 إذا هادا هادا هادا. هاد الشي من بعد عن شوفوا لهش هال القراءة. في الأخير أتمنى تكون استفتجاجا من هذا الفيديو وأحضموه فقل جميع والله يسمح لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته